معاهم زيدة وثلاثة وثمانين صوت صاحبي 121 مخرط حضروا ثلاثة وثمانين صوتوا ثلاثة وثمانين بنعم وهذا كان متوقع تعرف في القائمة الوحيدة اللي كانت مترشحي قائمة السيد محمد محشوب الحمد للحاجة الباية سي صاحبي اللي نقولها لك اللي كان انتقال للمقالة التسييل انتقال حضاني انتقال ليعكس رقيه الملعب التونسي يعطيهم الصحة كان جوح له كان حضر فيه حتى السيد نوردين بن بليك المتوسمين خير في الشبان هذون هما مجموعة من الشباب اليوم اليوم بدأوا بشي ثني والرقبة كما قلوا فيها والكل ستادسي كل تثني رقبة يعني مش وحدهم ما نقعدش نتفرجوا فيهم ورسانوا فيهم مش قولتو إذ ناسكول تنصهر في المشيرون هذه وللما لا هذا سيكل جديد في الملعب التونسي سيكل متاع الشباب إن شاء الله يؤتي أكلوا إن شاء الله يلقعوا الدعم من ستادسيه الكل من الكبار من اللبس عليهم كل شيء يقومون بالتجوار شكرا لكي يكونوا قد المسؤولية أو تتأكد ما تكونوا قد المسؤولية شكرا لكي يكونوا قد المسؤولية الملعب التونسي وما يدرك الملعب التونسي كانت 121 من خارط فلسؤة 83 صوتte الرئيس الملعب التونسي صراحة في مدرسة كبيرة كانت شيء جدا هذا صحيح شوية صحب الجمهور ملعب التونسي أظهر بكثير الملعب التونسي وما أدرك وين قاعد الجماهيري مثل الملعب التونسي وين قاعد الجماهيري حتى في الملاعب حتى في الوقت نلعبه مات شوية قاعد الجماهير فما عزوف من جميل ملعب التونسي بحكم الخيبات متاع السنوات الكثير هدية لكن لكن نقول لك المياه واحد وعشين هالي جاوه ذو مخارطين يا صاحبي لأنه مسبقا فما قايمة واحدة مترشحة الناس كلها عرفتها القايمة دي كناشحة فمش تنافس فمش تزوس للقايم ربما يتونج مراكس ربما عذرة ما مقنعتنيش به سؤال وتجاوبني عليه بصراحة فما كلام اسم جلال بن عيسى الرئيس السابق الملعب التونسي يخيم على هذه القايمة يقال في الكواليش جلال بن عيسى هو الوراء هذه القايمة شوف اسمه يخيم صحيح لأنه الخمسة خمسة من جميع العظم وحتى السابق الملعب التونسي خدموا مع سي جلال بن عيسى وفي فم كانت بدايتهم مع سي جلال بن عيسى وقت يكونا نسيروا والأولاد شبان تكونوا في السنوات هذه كفاة بتباعها وكما قالوا لكم من الأخرى يعني سي جلال بن عيسى ورمز ملعب التونسي من الكبار بتعمل عبتونسي أكيد ونستنى دعم ولا مشكلة خلنا نكون مدعم ما تعملش بي إن دو مدعم أنا خدلكم أولاده كلهم أولاده خليني من أولاده وإخواته اللي قال في الكواليش جلال بن عيسى قال في الكواليش نحن حتى كان من شردوش اسطاد غيرا نسيروا اسطاد تونيزيان صحيحة ولا غالدة؟ لا صحيحة سيد جلال بن عيسى وسيد الروف جيجا بش يكون عندهم كلمتهم حتى مع هيئة هذي بش يكون عندهم كلمتهم في حيات الملعب التونسي كيف معنهم هم هاي هيئة سورية هذي؟ مجلب العيسى والرئيس؟ لا مش هكاكة لكن تعرف شو بين كلها عندها مراجعة ولها تزد التلفون وتستشير وفي تكامل كبير خدمة نحن كيكون نسير وما نسألوش لكبارات متانة نسألو نياس رو وديبا ديبلوماسي أنيس الباجي موضوع المنعب التونسي إن شاء الله في حسة نهر ثلاثة ما الساعتين لثلاثة باش نرجع له بيأتناب وباش نحاولو نستذيفو السيد الرئيس النادي الجديد سيم محمد محجوب إن شاء الله يكون معنا في البلاتو بيحاول له الرغبة في ذلك ولو أن المعلومات اللي عندي عنده أجودة خاصة يحب يتعامل معها في المجال الأعليبي كملنا أنيس كلمة واحدة لقاله سيد العربي ووصله لي السيد جيل بن عيسى وعبر لي وقت عن رفضه وكان موقفي قطوه لقاطة ملعب واضح أنيس الباجي شكرا للسيد الحضور شكرا للنبي الخيرات شكرا سي صالح أنيس الباجي شرفني بحضورك سي محمد العربي دبابي كل كلمة قالت في راديو ماد اليوم تتحمل مسؤوليتها أنت وحق الرد مكفور للجميع وربي يستر كورة القدم التونسية من هذه الأمراض